بداية أقول أن هذه المناورات العسكرية في نيفادة أو التحركات التي تقوم بها الولايات المتحدة بإرسال طائرة بي 52 وبعض القاذفات أو المسيرة والتي قامت بعدد من الطائرات الإسرائيلية بداخل والأجواء العربية ومنطقة الخليج العربي بالقرب من الحدود أو إيران هنا أقول أن هذه التطورات تأتي ضمن سياق سياسة تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية الآن وهي سياسة الردع وتوازيها سياسة خفض التصعيد مع الدبلوماسية فهنا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تساهم في وتتوافق مع هذه الرؤية السياسية الجديدة لدار الأمريكية كيف؟ عندما تحاول الولايات المتحدة النظر إلى منطقة الشرق الأوسط الآن منطقة الشرق الأوسط أصبحت ليست كاملة أو ليست هي الحالة الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية هناك شركاء سياسيين عالمين دخلوا إلى المنطقة هناك روسيا والآن الصين وقد تكون هناك دول أخرى أيضا ستكون لها يد في المواضيع والنزاعات التي تبدي في المنطقة الشرق الأوسط لذلك ماذا تفعل الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الآن سياسة الردع في عملية الاستمرار بالمناورات العسكرية في نيفادة التي تأتي امتدادا للمناورات التي حلثت قبل شهرين في منطقة جنوب مدينة تل أبيب ضمن الكيانة الإسرائيلي هذا واضح ودليل إعطاء صورة إلى أن الولايات المتحدة سوف لا تترك هذه المنطقة وما حاولت القوى الأخرى الدول والقيمية فهي ستعمل على استمرار هذه المناورات والدفع باتجاه إرسال بعض الأسلحة وبعض الطائرات والقالفات المهمة هنا ماذا تفعل هذه ستعطي إشارة إلى حليفتها استراتيجية وهي إسرائيل بأنه لا زالت تساهم في عملية حماية الأمن القومي والأمن السياسي لهذا الكيان وإعطاء فكرة إلى أنه ستعمل على تزويد هذا الكيان بعديد من الذخائر والأسلحة والقاضفات التي تتعلق بسلاح ناقلات جو وتحديدا طائرات بوينك كيسي وهذا الدليل على إعطاء إشارة إلى أنه تستمرار هذه المناورات أو هذه التدريبات إنما يأتي في موضوع الردع في موضوع الدبلوماسية لكي تكون أكثر تعطي مجالا لعملية الدبلوماسية لكي تساهم في أن تكون في خط متوازي ولكي لا تسعى إلى إعطاء عملية الردع بشكل كامل لأن الوقت المتحدة لا ترغب الآن في إقامة أي حالة من المواجهة العسكرية داخل منطقة الشرق أوسط وتحديدا في المنطقة العربية وهي تسعى بذلك إلى الحفاظ على مصالحها وعدم التورط أيضا في حرق قادمة خاصة وأنها ما رأته في مواجهاتها أو تدخلاتها العسكرية في أفغانستان والعراق ونحن الآن مقبلين العشرية الثلاثين يعني العقد الثالث من بداية الاحتلال والغزل الأمريكي للعراق ولكنها عندما تعطي المجال الدبلوماسي تريد من إيران أيضا أن تتجاوب ولذلك هي تنظر الآن إلى حقيقة التجاوب هل هو تكتيك سياسي تبعه النظام الإيراني مع الوكالة الدولية الطاقة الذرية في عملية التوقيع الاتفاق يسمح للجميع المفتشي ومحافظي الوكالة الدولية أن تبدأ بعملية التفتيش في المواقع النووية وإعادة نصب الكاميرات والترقب والرصد والمراقبة والتفتيش الثراري وتقديم كل المعلومات المتعلقة بعملية التقصيب الإيراني الذي وصل إلى 60% وهناك معلومات تشير إلى 83% ولكن هل هذه المرونة تتبع الآن هل هي التكتيك سياسي بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها إيران هل هي بسبب التظاهرات الشعبية وإمكانية والمواجهة التي تصفت بالتعسف من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية هل هي دليل إلى عودة إيران إلى أن تلعب دورا جديدا وإقليميا في المنطقة هل هي فعلا ساعية إلى التغلب أو ترك أو مغادرة مشروعها السياسي كل هذه تقع ضمن الدم المنسية التي تسعى إليها الولايات المتحة الأمريكية اشتركوا في القناة